يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سونة راك النشرة الاقتصادية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم أعلنت منظمة البلدان المسادرة للبترول أوبيك عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم استقرار أسعار النفط وتوازن أسواق الطاقة عالميا وكشف الأمين العام للمنظمة هيثم الغيس عن توجيه دعوات لبعض الدول من خارج التكتل النفطي للانضمام إلى ما سماه ميثاق التعاون المشترك بالتزامن مع إطلاق المنظمة مشاورات للمساهمة في تعزيز استقرار أسواق الطاقة وتكثيف التعاون بما يدعم الجهود الجماعية لتفادي حصول أزمة جديدة في الإمدادات العالمية من الذهاب الأسود ميثاق التعاون المشترك يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالات عدة منها التكنولوجيا بما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط الميثاق يؤكد على أهمية عدد من القضايا المحورية مثل تعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي إضافة إلى قضايا البيئة والتغير المناخي الدول المنتجة للنفط المشاركة في الميثاق تواصل التشاور وتبادل الأراء فيما يخص تطورات أسواق النفط العالمية بانتظام لبحث أفضل السبل لتحقيق هدف اتفاقية ميثاق إعلان التعاون المشترك الأهم وهو استقرار الأسواق وعند تطرقه إلى اتفاق خفض الانتاج الطوعي الذي أعلنت عنه بعض الدول المنضوية تحت لواء تحالف أوبيك بلاس أكد الغيسة الالتزام التام للدول بالاتفاق الساري المفعول إلى نهاية العام الجاري النجاحات المتواصلة للاتفاقية حفزت الدول المشاركة في الإعلان على مواصلة تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها لدعم استقرار أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي يوجد اتفاق ساري المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل جميع الدول المشاركة ملتزمة تماما بالاتفاقية خاصة فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول جدد التزام أوبيك بإمداد الأسواق بالنفط بقدر آمن وموثوق وغير منقطع رغم التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وفق تعبيره أسواق النفط العالمية تتأثر باستمرار بعوامل مختلفة منها ما يكون خارج سيطرة منظمة أوبيك ومنها ما يمكن للمنظمة أن تؤثر عليه لذا تواصل المنظمة دورها الحيوي عبر تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء لدعم استقرار الأسواق عبر تزويدها بإمدادات موثوقة ومنتظمة فمنظمة أوبيك تعتمد على إدراكها لأساسيات السوق ورغم التوترات الجيوسياسية عالميا تسعى دائما من خلال دولها الأعضاء إلى إمداد العالم بالنفط بقدر آمن وموثوق وغير منقطع قال وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الطلب على النفط يفوق باستمرار بعض التوقعات وأضاف الوزير في كلمته بالمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول اليوم الأثنين أن مهمتهم في أوبيك أن يكونوا منتبهين لأي تحركات في السوق ومستعدون للزيادة أو النقصان في أي وقت مهما كانت مقتضاية السوق تراجع تسعار النفط في تعاملات الإثنين مرفقة بمخاوف اضطراب الإمداد بفعل اتساع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بـ 43 سنة إلى 81 دولار للبرميل بعد ارتفاعه بـ 6.3% الأسبوع الماضي وترجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ 46 سنة إلى 76 دولار وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ديسمبر مما قد يؤدي إلى زيادة في الإنتاج قامت شركة سونطراك الجزائرية وشركة إكوينور النرويجية بتوقيع بروتوكول تفاهم يهدف إلى التعاون في مجال التحكم وتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبحسب بيان للشركة الجزائرية يتضمن البروتوكول شروع في المساعي الضرورية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والبحث عن حلول طاقوية منخفضة الكربون والانتقال الطاقوي بالإضافة إلى مواصلة الدراسات المشتركة لتحديد فرص التكفل بامتصاص ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه في مواقع عين ميناس وعين ميناس وعين صالح ناقشت الجزائر إمكانيات التعاون مع البنك الدولي سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات في المشاريع الطاقوية كمجال تطوير الطاقات المتجددة وجهود البلاد في التقليل من باعثات الاحتباس الحراري وعرض وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب على وفد من البنك الدولي حزمة من المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير الأطر التنظيمية المستحدثة التي تنظم الأنشطة المحروقات والمناجم وأكد الوزير الجزائري على تنفيذ التدبير المتوخذ لتعزيز النمو الاقتصادي والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم الجزائري على الصعيد الداخلي والإقليم والدولي بالإضافة إلى العمل على تأمين التغطية التقوية على الأمد الطويل لا سيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية في مجال تصدير الغاز تجري شركة دايموند باك انرجي وإندي فور انرجي مناقشات نهائية للتوصل إلى صفقة من شأنها إنشاء شركة عملاقة تبلغ قيمتها أكثر من خمسين مليار دولار وتبلغ قيمة إندي فور التي تم الاحتفاظ بها خمسة وعشرين مليار دولار في صفقة الأسهم والنقد فيما تبلغ القيمة السوقية لشركة دايموند باك انرجي سبعة وعشرين فاصل اثنين مليار دولار وتتخذ كلا الشركتين من ولاية تكساس الأمريكية مقرا لهما فيما تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم دعا وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني الجزائري علي عون إلى زيادة التنسيق مع الجمهورية العربية الصحراوية في المجال الصيدلاني في جانبه التكويني بمناسبة استقباله وزير الصناعة الصحراوية السالك بابا حسنة وأفاد بيان لوزارة الصناعة الجزائرية مباشرة عملية التكوين لفائدة الأشقاء الصحراويين في مجال الصناعة الصيدلانية ومعاينة حاجياتهم في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى إرسال وفد جزائري لمعاينة أوضاع اللاجئين الصحراويين تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية الجزائرية الذي يوصي بمد يد المساعدة للشعب الصحراوي الشقيق من جهته أشاد وزير الصحة الصحراوي بالإمكانيات الكبيرة للجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية والقفزة النوعية التي حققتها مؤخرا وقع وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبوهيس مع المدير العام لمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عادل سقر مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة وأكد الوزير الليبي على أهمية تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارة والجهات والشركات التابعة لها والمنظمة وكيفية تحقيق الاستفادة من برامج وخدمات المنظمة العربية في مجالات التنمية الصناعية والتعدين والتقييس ومن جهته أبدعاد السقر استعداد المنظمة عبر خطتها وبرامج عملها لتقديم الدعم وتعزيز برامج التعاون الفني مع الوزارة والجهات التابعة لها ختم النشر الاقتصادية للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة بأمان الله قدم لكم هذا البرنامج برعاية سونة راك